بخر الوطان راعي عزوم كشافة هم وعمل يرقى لدوم كشافة بخر الوطان راعي عزوم كشافة هم وعمل يرقى لدوم كشافة هو وآمانة كشافة يخدم أوطانة كشافة نجم بزمانة كشافة وربي صانة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأسكى التسليم أبناء الكشافين أبناء الشباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقتنا في هذا اليوم وفي هذا الشهر الفضيل الشهر المبارك عن الفضل القرآن في رمضان القرآن كلنا عارفين يعني شهر رمضان هو شهر القرآن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يقول إنا أنزلناه في ليلة مباركة وإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون آيات كثيرة تتحدث عن نزول القرآن في هذا الشهر الكريم ومن هذا المنطلق نود أن يكون حديثنا هذه الليلة يعني أتمنى أن كلنا نحافظ على تلاوة القرآن في هذه العشر الأيام الأخيرة طبعا نحن عارفين أنه في ناس والحمد لله بدأوا من بداية الشهر بداية طيبة مع أول حلقة وفي ناس لسه ما بدأوا فأنا أطلب من الناس إلا الأبناء الشباب بناتي الشابات إلا كانوا مشغولين طوال الفترة الماضية عن تلاوة القرآن أن يغتنموا هذه الفرصة الفرصة المهمة هذه كلها عشر ليالي وقد تكون تسع ليالي لو شهر رمضان ناقص حتكون تسع ليالي فقط لكن لو شهر رمضان كامل حتكون عشر ليالي فتلاوة القرآن في هذه العشر الأيام لو كل يوم قرأت ثلاثة أجزاء تستطيع تختم القرآن مع آخر ليلة إن شاء الله لو بعض صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة الفجر خمسة صلاوات لو كل يوم قسمت هذه الأجزاء على هذه الصلاوات الخمسة لتستطيع أنك أنت تختم إن شاء الله القرآن في هذا الشهر الكريم طبعا تلاوة القرآن سبق إنه قلنا وأرجع أكد الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي فيما معناه أتلوا القرآن أمر أتلوا القرآن فإن الله يؤاجركم على كل حرف عشر حسنات إني لا أقول لكم ألف لا ميم حرف وإنما الألف حرف واللام حرف والميم حرف فكل الحرف تقرأ في كتاب الله سواء كان بالغيب أو بالنظر انت لك عشر حسنات على الحرف الواحد وأيضا هناك حديث يقول من سمع آية شوفين آية من القرآن فله حسنة مضاعفة والحسنة بعشر أمتالها طبعا حيكون عندك عشرين حسنة على كل آية لما تصلي تراويح لما تصلي تهجد وتسمع لآيات القرآن الكريم انت بتاخد برضو حسنات انت في الصلاة بيتدعي ربك انت في الصلاة لما تمر علينا آية فيها دعاء أمن لما تكون آية طبعا في خلبك لما تكون آية فيها وعيد استعيد لما تكون آية فالقرآن كتاب الله هذا الكتاب العظيم هذا الكتاب الكريم هذا الكتاب أنا أستغرب ترى يا شباب والله البعض يقول لك والله أنا قرأت الكتاب الفناني وشفت فيه قصص جميلة طيب كتاب الله سبحانه وتعالى كله قصص وكله عبر وكله كلام جميل آآ كلام ما فيه أجمل منه في هذا العالم كتاب الله سبحانه وتعالى من الكتب العظيمة الكتب التي ليس لها متيل تخيل إنك إنت تقرأ في هذا الكتاب وتأخذ حسنات يا حبيبي جيب أحلى كتاب في العالم ما حتجيبه ببلاش حتدفع عليه فلوس حتقول لي أنزله من النت وإنت بتنزله من النت حتدفع عليه فلوس قيمة النت إنما كتاب الله بين يدك مجانا وببلاش ولما تقرأ فيه تستفيد لما تقرأ فيه تكسب حسنات لما تقرأ فيه تجمع خبرات أنا بدي أسأل سؤال ليش ليش أبناءنا الطلاب اللي حفظوا كتاب الله تجدهم متفوقين في دراستهم في حياتهم العملية في حياتهم العلمية ليه لأنه كتاب الله سبحانه وتعالى كله عبر كله قصص كله خبرات كتاب رائع كتاب جميل كتاب كتاب لا يمكن لا يمكن إنه نحن يعني نقارنه بأي كتاب آخر في الأرض لا يمكن إنه نحن نقارنه تخيل إنك إنت تقرأ في هذا الكتاب وتاخد حسنات تقرأ في القرآن وتاخد خبرات تقرأ في القرآن وتكسب قصص جميلة 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 أنا لما كنت مدرس وكان كنت مسؤول يعني أدرس القرآن لما كنت مدير مدرسة لما يغيب عندي مدرس في المدرسة طبعا عندنا حصص احتياط والله كنت أنا أدخل عند الفصل اللي مدرس وغائب اليوم خلنقول مثلا عنده حصة رياضيات مدرسة رياضيات غائب فأدخل أجلس أتكلم معهم في كتاب الله في القرآن الكريم وفي القصص الجميلة اللي موجودة في كتاب الله يعني قصص سيدنا موسى قصص فرعون قصص قارون قصة قارون قصة سيدنا يوسف قصص جميلة قصص رائعة وفيها عبر يعني أنا أتمنى أتمنى خلال الشهر الكريم هذا إنه نقرأ ونفهم نقرأ ونتمعن نقرأ ونكتسب خبرات نقرأ ونخطط لحياتنا يعني سيدنا يوسف لما أخوانه شفوا كيف تعاملوا معاه في قصة سيدنا يوسف ورموه في بئر وتركوه وطبعا بعض السيارة أخدوه سيارة مرة واخدته وبعوه بتم انبخص وبعد ما تم بيعه دخل السجن شفوا كل الأمور هادي كل المتاعب دي وبعد كده لما نشهلوا أخوانه سامحوا وهذا الشي المطلوب مننا في الإسلام هذا ديننا الحنيف ينادي بالشي دا وكتاب الله سبحانه وتعالى في قصص جميلة قصص رائعة في خبرات في الحياة تخيل إنك إنت لما يجي أحد يسألك مثلا سؤال في المواريد تقوله لحظة أنا أقدر أجاوب عليك أرجع للصورة الفلانية مكتوب فيها كل في صورة النساء تقوله أقرأ صورة النساء فيها جواب لك حتى لو أنت حافظ قرآن لكن لو أنت لا بتقرأ قرآن ولا نظر ولا غيب ولا بيتراجع على القرآن شوفوا أي واحد حافظ قرآن حيكون عنده خبرات كبيرة خبرات عظيمة أنا أتمنى أتمنى من هذا البرنامج ومن هذا الشهر الكريم يا أخي لو كل يوم حفظت لك ورقة واحدة من القرآن شوفوا خلونا نمن نجي ما شاء الله في الاختبار نزاكر نحفظ نشتغل ليه لأنه سنختبر طيب هذا كتاب الله كتاب الله أحفظ كتاب الله تكسب أجر عظيم 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 جدا أكرر اهتموا بقراءة القرآن وحفظ كتاب الله وأنا أتمنى لكم صيام شهر كريم وصيام مقبول وإن شاء الله نلتقي على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى قوة وآمانة يخدم أوطانة نجم بزمانة وربي صانة